أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحم القوات الإسرائيلية مدينة نبلس الفلسطينية مما أصفر عن وقوع ضحايا من الفلسطينيين وإصابة العشرات أعربت مصر عن قلقها البالغة لها التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرا والذي يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما كل يوم ويقود جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات شرعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين